السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الثالث السنة والجعل نالكو تاني في فيديو جديد بنكمل في حل وشرح اسئل الكتاب الوافي المراجعة النهائية نسخة عشرين اتنين وعشرين الحلقة رقم تلاتة وتلاتين في الاختبارات على اجزاء المنهج المختلفة بنحل اللي النهاردة في الكيميا الادوية لاختبار رقم واحد على الاحماد والاسترات السؤال رقم واحد في حلقة اليوم طبعا من صفحة 165 حتى صفحة 169 السؤال رقم واحد بيقول لي ايا من ازواج الاحماد التالية تمثل سي وبي طبعا هنا بيقول لي قاعدية الحمض في عندي هنا قاعدية عالية هنا قاعدية اقل وهنا اقل خالص فهنقول ان الدي ده هو نحادي واللي اتنين ده هما نهيبقى سنائي وده هو نهيبقى سلاسي القاعدة طيب هنا بيقول لي سي وبي سي وبي اللي هما متفقين دول حمض الستريك وحمض اقزالك بنقوله ده هو نسلاسي وده سنائي ماينفعش حمض الفثالك وحمض الاقزالك الاتنين متفقين في القاعدية بيبقوا سنائي فهو ده الاختيار الصحيح الفورميك اقحادي والستريك سلاسي مش متفقين حمض الفورميك وحمض الاسيتك ده اقحادي والاسيتك بيبقى اقحادي ولكن احنا عندي لي اتنين دولا هيبقى سنائي فاحنا نقول عليهم حمض الفثالك وحمض الاقزالك يبقى الاختيار بتاعنا هيكون بقى زمان السؤال رقم اتنين بيقول لي اكسادة المركب اللي قدامي ده تعطي طبعا المركب ده لما يتاكسد المجموعة ده هات لما بتتاكسد بتتحول الى مجموعة سي او او اتش فانت هتكتب نفس المركب ولكن هتشيل السي اتش وتحط سي او اتش فيبقى شكل المركب بتاعك سي اتش 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 ثري الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بقى السؤال رقم ثلاثة بيقول لي هنا ماذا يحدث عند اضافة مول من الهيدروجين الى مول من كيتون مول من الهيدروجين الى مول من الكيتون طبعا احنا عندنا وليكن كيتون زي ده كده سي اتش سري هيختزل طبعا وهيبقى عنده هنا سي او وهنا كده سي اتش اي سري هنضيف اتش على ال او و اتش على زرة الكربون فيعطلنا سي اتش سري ال او هتاخد اتش و دي اتخد اتش بيبقى سي اتش سري فيحتحول الى عندي هنا كحول فبولي لا يحدث تفاول لا بيحصل تفاول يحدث تفاول وتكون كحول الاولي لا يحدث تفاول وتكون كحول ثانوي فعلا لو الاختيار ايه الاختيار دي يحدث تفاول وتكون كحول ثلاثة لا احنا قلنا كحول بتاعنا كحول ثانوي السؤال الرقم 4 بولي ثلاث مركبات عضوية A و B و C تنتج أحد مكسبات الطعم وعند إضافة هيدروكسيد السوديوم إلى B أو C يحدث استفاع عند إضافة هيدروكسيد السوديوم إلى B و C يحدث استفاع يبقى ال B وال C ده هم هي عبارة عن أحماض وعند إضافة هيدروكسيد السوديوم إلى A لا يحدث استفاع إبادة عبارة عن كحول فإن المركبات الثلاثة هي طبعا هيبقوا أحماض وطبعا الفينول كمان ممكن يدخل معهم لأن الحمض يتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم يبقى أحماض أو فينولات لإختيارات بتعلي فبيقول لي A كحول هقوله ماشي B فينول و C حمض A قلنا كحول عشان مش بيتفاعل والفينول والحمض بيتفاعله ويبقى ده اختيار صحيح طيب بيقول لي A فينول هقول له لا لأن الإيه فينول والفينول لو هو فينول يعني هو اللي يحدث تفاعل مع هيدروكسيد السوديوم هو بتفاعل والحمض كذلك والحمض كذلك يبقى الاختيار بتاعنا ألف زمول السؤال رقم 5 بقول لي A المحليل متساوية التركيز التالية لها أكبر تركيز في إيونات الهيدروجين طبعا إحنا عندنا هنا كده يعني أكبر تركيز في الهيدروجين يعني أكبر حامضي عندنا ده فينول وده حمض أسيتك وحادي القاعدي ودوان حمض بنزوك وحادي القاعدية أروماتي وأكثر حامضية منهم الاتنين والأخير حمض إيثاء نول طبعا الأكبر حامضية وأكبر تركيز إيونات الهيدروجين هيبقى البنزوك اللي هو الاختيار دي سؤال رقم 6 بقول لي هنا ثلاث مركبات أضوية ألفة إيه يتفاعل مع بي كربونات السوديوم وهيدروكسيد السوديوم طالما بتفاعل مع البي كربونات يبقى حمض وبي يتفاعل مع السوديوم ولا يتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم يتفاعل مع السوديوم ولا يتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم يبقى دا كحول وسي يتفاعل مع الاي ومع وسي ينتج من تفاعل الاي مع البي يبقى دا قصد فبقول لي أيام مما يالي صحيح بقول لي إيه حمض كربوكسيلي تمام وبي فينول لا مش هينفع فينول لأن الفينول بتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم نروح لبقى A حمض كاربوكسيلي وبكحل وسي إستر هقول له ايوه ده الاختيار الصحيح لو كملت A حمض كاربوكسيلي B قلوي طبعا القلوي ده مش حمض عضوي لان الراجل ايه اللي اصلا مركبات ايه عضوية يبدا ما تنفعش A فينول فطبعا ما تنفعش لان احنا قلنا ال A عبارة عن A عن حد سعر رقم 7 بل مال مركب العضوي الناتج من تفاول بي كاربونات السوديوم مع حمض السلسلة طبعا البي كاربونات بتشتغل على مجموية ال COH الموجودة في حمض السلسلة فبتاخد ال H من الحمض وبتعطي مكانها N A والOH بتاع الفين والبتفضل زي ما هي طيب ده موجود فين ده موجود في الاختيار با راح بعد كده للسؤال رقم 8 للحصول على حمض عضوي اروماتي احادي القاعدية من مركب اروماتي فان الخطوات اللازمة لذلك على الترتيب عاوز حمض اروماتي واحد القاعدية عاوز حمض البنزوك حمض البنزوك ده بنجيبه من البنزين ازاي الاختزال انت كده هتختزل مين الفينول مثلا هيعطي لك بنزين ماشي لو انت عندك فينول بقول من مركب اروماتي ماشي لو انا عندي فينول وعملت له عملية اختزال ايه اللي هيحصل لو اختزلت الفينول هيعطي بنزين ادى الفينول هو او اتش هعمل له اختزال بالزد ان هيعطي لنا بنزين البنزين لو عملت له عملية الكلة بالسي اتش سري سي ال هيعطي لنا طلوين الطلوين ده هو لو عملت له اكسادة هيعطي لنا حمض البنزوك يبقى ديات الاختيار الصحيح طيب بولي نيطرة ثم الكلة ثم اختزال هتنيطر مين هتنيطر البنزين وتالكله ثم تختزل ومش نافع طيب اختزال ثم هلجانة ثم تحلل ماء هنختزل مثلا الفينول هيعطي لنا بنزين هنهلجين ويعطي لنا كلوروبنزين هتعمل له تحلل ماء يعطي لك فينول يبقى برضو مش نافع نيطرة ثم هلجانة او ثم اكسادة طبعا مينفعش نبدأ بنيطرة يبقى الاختيار بتاعنا زي ما قلنا مين ألف نروح للسؤال رقم 9 بيقول لي ايه بيقول لي هنا احد المركبات التالية يزيل لون محلول بريمينجينات البوتاسيوم المحمود يعني قابل للأكسادة طيب مين القابل للأكسادة ده حمض لا يتأكس ده فينول لا يتأكس ده كحول اولي يتأكس يبقى الاختيار ده طيب هنا كده ده كحول ولكن كحول ايه ساليسي لا يتأكسد يبقى كلهم كحولات او فينولات او احماض لا تتأكسد الا الكحول الاولي يبقى الاختيار بتاعك زي ما قلنا هيكون ده سؤال رقم 10 بيقول اذا كان حمض الجليكوليك اللي هو CH2 COOH وهنا OH ينتمي لسلسلة متجنسة من المركبات من الحمض ما الحمض التالي الحمض الجليكوليك طبعا هتزود مجموعة مثيل فهيبقى صغطه CH3 او هتزود زر الكربون فهيبقى صغطه CH3 CHOH COOH هيبقى هنا الحمض بتاعنا في زرتين اما الحمض بتاعنا هنا في ثلاثة فطبعا ده هو احنا درسينه على انه حمض الليكتيك يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار ده مرحبا ده كده ليه سؤال رقم 11 يتلون محلول كلوريد الحديد 3 باللون البنفسي عند اضافته الى حمض السلسلك ليه؟ لان حمض السلسلك بيبقى عبارة عن حمض وفينل في نفس الوقت يبقى الاختيار بتاعك ألف ده بالبنزوك ما بتفعلش مع كلوريد الحديد السلاسي او مش بيقصر فيه حمض الفثالك نفس الكلام حمض الاسيتك نفس الكلام يبقى كده مفيش غير حمض السلسلك هو اللي بتفعل مع كلوريد الحديد السلاسي وبيعطي لون بنفسي السؤال رقم 12 بيقول لي ايه؟ ما لانصر غير الموجود في الاحماض الامنية الاحماض الامنية لو انا كتبت مثال زي الجليسين كان CH2 NH2 COOH بيبقى فيه اكسوجين وهيدروجين وكربون ونيتروجين طيب فيه فوسفور؟ لا مفيش فوسفور يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى دا سؤال رقم 13 بيقول لي هنا تتفق الصيغة العامة RCOOR مع الصيغة العامة للاحماض طبعا ديات استر الاسترات بتتفق مع مين؟ الاحماض الالفاتية او حديث الكاربوكسي يبقى هنا كده الاختيار بتاعك هيبقى ألف تبكمل وشوف اللي بقى غلط وتأكد منه ألفاتية سنائية يبقى فيها اربعة اكسوجين وطبعا ما تنفعش أروماتية يبقى فيها مجموعة AR وديات مش موجودة فوق أروماتية نفس الكلام يبقى الاختيار بتاعك زي ما قلنا ألف سؤال رقم 14 بيقول لي هنا الصيغة الكيميائية للإستر الناتج من تفاعل حمض الأستيك يبقى أستات اللي هي CH3 COO الميثانول يبقى ميثايل يبقى أستات الميثانول او إثانوات الميثايل إثانوات الميثايل او أستات الميثايل ديات الصيغة بتاعتنا اللي هي موجودة في الشكل انه بقى السؤال رقم 15 بقول لي الصيغة البنائي الناتجة للمركب العضوي الناتج من تفاعل حمض الأجزاليك مع الاسيلينجليكو طبعا حمض الأجزاليك بيكون كده صيغته COOH هتشيل الاتشات او هتشيل الواتش من الحمض وتلزق بعد كده مع الاسيلينجليكو الاسيلينجليكو كان صيغته ايه CH2 OH CH2 OH فحضرتك هيبقى كده CH2 OH نفس الكلام هيبقى CH2 كده خلاص فيبقى الشكل بتاعنا ده كده موجود عندي تبتعد بقى ندور على الصيغة ديت عندك C واربع اكسجين C وC واربع اكسجين بينهم طبعا هنا كده تمام لا ده الصيغة بتاعتي ألف تنفع فنختار له ألف اهي C O O CH2 C O O CH2 طيب دي مش نافع عشان فيه O واحدة دي مش نافع عشان فيه C زيادة او الجزء ده هو نزيد عندنا يبقى مش نافع طبعا ديت برضو مش نافع عشان عندنا CH3 ده زيادة يبقى الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح السؤال رقم 16 بولي ما ناتج اختزال حمد الاجزالك حمد الاجزالك بيختزى ليعطلنا الاسيلينجليكل اللى هو الاختيار باقي وخل بالك هذا الاجزالك لو انت عملتله اختزال يعطلك الاسيلينجليكل عملت اكساده للاسيلينجليكل يعطلك حمد الاجزالك السؤال رقم 17 شباب بيقول اين بيقول هنا الصيغة البنائية التي امامك هي الصيغة الواضحة قدامي دي كده. تمثل استر ناتج من تفعه. طبعا احنا عندنا ده حمضة اساتيك وده حمضة اساتيك منزوع الو اتش وده هو ان يبقى اتنين جزئه حمضة اساتيك مع جزئه اسلين جلايكو واحد جزئه من الاسلين جلايكو المتصلين ببعضه هنا كان او اتش و او اتش طيرنا الاتش مع الو اتش بتاع الحمضة فطبعا عندي حمضين مختلفين او اتنين جزئه من حمضة اساتيك يبقى الاختيار بتاعك هيكون الف طيب انا عاوز اعمل التفاعل يا مستر هقول لك اده بص يا حبيب وهنا كده اده اده اتش و اده اتش دول كده لاتنين جزئه حمضة مع سي اتش تو او اتش سي اتش تو او اتش هناخد الاتش مع الو اتش والاتش اللي تحت مع الو اتش اهو وتشيلهم مع بعض وتكمل النادي تعال نشوف سؤال رقم 18 بوليو يسمى المركب التالي تبقى لنظام الايوباك المركب ده هو انا عاوز اسميه تبقى لنظام الايوباك طبعا ده الاستر هتروح الناحية ده حمض الناحية التانية هيبقى كحول طيب الحمض بتاعنا كده فيه كم زر الكربون اتنين يبقى اسمه اثانوات طيب ده واحد اثنين تلاتة يبقى ثانوات البروبايل يبقى ثانوات البروبايل اللي هو الاختيار ده السؤال رقم 19 بولي ايا من المركبات العضوية التالية والمتساوية في عدد زرات الكربون اكثر سباتة اكثر سباتة يعني اعلى في درجة الغليان بسبب روابط الهايدروجينية اللي بتكونها فطبعا احنا لو بصينا على الاولان حمض تاني كحول اثير اسطر من الاكبر في درجة الغليان عشان يبقى اكثر سباتة هيكون الحمض عشان عدد مجموعات الروابط الهايدروجينية اللي بتكون اكبر من الكحول والاستر لا يكونوا روابط هيدروجين سؤال رقم 20 بولي التحلل المائي الحامضي لاستر بروبانوات القصية ينتج عنه طبعا هنا بنقسم المركب بتاعنا نصين الكحول بياخد اله بتاعته والحمض بياخد اله فيبقى سي اتش سري سي اتش تو سي او او اتش زائد سي اتش فايف او اتش فيبقى عندي هنا حمض بروبان ويك ده واحد اتنين تلاتة واكحول ايثيلي يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار الف نروح بعد كده لي السؤال رقم 21 بولي الاستر الذي يعطي عنده تحلله بوسطة النشادر بنزاميدي بقى انت عاوز استر بنزاوات يعني في سي ستة اتش خامسة ده كده البنزاوات يبقى هاتختار له الف .طيب ده اسيتات واو ده بروبانوات يبقى مش عاطي بنزا ميدي ده اسيتاتppppppppppppppppppppppppppppd وضه اسيتات Veg obqppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppypppppppppppppppppppppppppppp impactspppppppppppppppppppppppppp انا نست سر رقم 22 تحلل الماء القاعدة الاستر بروبانوات المسالي يانتج عنه بروبانوات يبقى يعطي تلك حمض البروبانوك الميصايل يبقى كحولي ميثيلي او ميسانول فطبعا ده واحد اتنين ثلاثة ده حمض البروبانويك وطبعا يبقى اللي ايه تحلل المائي قاعدي هقول اللي استنى قاعدي يبقى نغير كلامنا ملح حمض البروبانويك اللي هو هيبقى مثلا بروبانوات السوديو بروبانوات السوديو نبدأ نغير كلامنا عشان كلمة قاعدي يبقى دي مش نافع طيب لازم يتكون عندك حول فالكحول بتاعنا كحولي مثيل تمام وبروبانوات السوديو ما يبقى الاختيار بتاعك السؤال رقم 23 بولة احد المخاضيات الاتية يمكن استخدامه للحصول على ايثانوات البيوتي يبقى انت عاوز حمض اسيتك وكحول بيوتيلي حمض اسيتك اهوان وبيوتانول تمام يبقى الاختيار بقى هنا حمض بيوتانويك ما ينفعش حمض ايثانويك وايثانول مش نافع حمض البيوتريك والبيوتانول برضو مش نافع لانا انا قلت ايثانوات يبقى عاوز حمض اسيتك صار رقم 24 بيقول لي ايا من ازواج المركبات التالية يعتبر كحول وحمض في نفس الوقت حمض اللاكتيك كحول وحمض ليه كده خ سي اتش ثري سي اتش او اتش سي او او اتش ادا حمض وده كحول وحمض السيتريك زي سي اتش تو او اتش حمضس يو اتش همض اهوان مجموعات الايه? الهايدروكسايل. يبقى ده كده كحول وحمد. يبقى تختار له الف. تب كمل بقى. حمد الفورميك حمد بس. والاسكروبيك حمد بس. ما فيش فيها الدروكسايل. الغليسين حمد اميني. حمد السلسلك فيها الدروكسايل. جلوكوز والفركتوز. دولا احماض ديت كحولات عديدة الهايدروكسايل ومشتقة الضهيد او كيتون في الجلوكوز والدهايد وفي الفركتوز بيبقى كيتون. يبقى برضو مش نافع بالاختيار والاختيار الصحيح. سؤال رقم خمسة وعشين. بقول لي عندنا الاستيلين لما اعمله بقى المرة هيعطي البنزين. البنزين اعمله الكلة يعطي لنا الطلوين. الطلوين اعمله اكسادة يعطي لنا حمد البنزويك. فبقول لي فان المركب سي هو. طبعا حمد البنزويك بيبقى سي سبعة اتش ستة اوتو. سي سبعة اتش ستة اوتو. اللي هو الاختيار ب. بكده نبقى وصلنا نهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. بالتوفيق يا شباب في المقادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.